البعض يفضل تسميتها محاكم إسلامية وكثيراً ما كانت محل تخوفات في المجتمع البريطاني من أنها تشكل نظاماً قضائياً موازياً ومتحدياً لسلطة الدولة مجالس الشريعة تعنى أساساً بقضايا الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والميراث وتقدم واساطات وفتاوى في هذه الشؤون والملاحظ أن أغلبية الذين يلجأون إليها من النساء كثير من الفتيات يلجأن إلينا مثلاً بسبب رفض أبائهن شخصاً تقدم للزواج أو إجبارهن على الزواج من شخص آخر فنراسل للوالدين بأن الدين لا يجيز لهم ذلك وإذا أصروا على الرفض نأخذ دور ولي الأمر ونزوج الفتاة وقد نجحنا في مصالحة الكثير من الفتيات مع أبائهن بعد أكثر من عام على تكليفها قدمت لجنة المستقلة تقريرها للحكومة البريطانية حول وضع مجالس الشريعة وعملها وسبل التعامل معها أول ما أوصت به اللجنة تحذير من مغبة اللجوء إلى إلغاء هذه المجالس أو حظر نشاطها لأن من الواضح أن الطلاق الديني مهم حتى بالنسبة لمن حصل على الطلاق المدني وأيضاً لأن أحكام هذه المجالس غير معترف بها في قانون البلاد وبالتالي ليس هناك أساس لحظرها فهي جمعيات طوعية لعلماء دين يقدمون النصيحة لمن يطلبها منهم وبدل الحظر أوصت اللجنة بتشكيل هيئة رسمية تراقب وتشرف على عمل هذه المجالس لكن الحكومة رفضت هذا المقترح أما التوصية التي حازت على إجماع أعضاء اللجنة وموافقة الحكومة فهي القضية بإجبارية التسجيل الرسمي الفوري لعقود الزواج المبرمة في مجالس الشريعة حفاظاً على حقوق المرأة بشكل خاص لكن هناك من يشكك في قابليتها للتطويق وفي نجاعتها لأن أغلب الناس لا يتحكمون لهؤلاء ممكن لو مشيت البريطانيا الآن ممكن 5% اللي يسمعوا بهذا الشريعة أو أصحاب الشريعة وما إلى ذلك الأمر الآخر للشريعة هي لا تحتاج ورقة قد تكون الأمر بين الزوج والزوجة بأركان الإسلام المعروفة الشاهدان والمهر والولي والسيغة السلام عليكم التقرير يشير إلى أن مجالس الشريعة تلعب دوراً مهماً في الحياة الاجتماعية للمسلمين وأنها بحاجة فقط إلى شيء من التنظيم والمراقبة لكن اقتصار عمل اللجنة التي أصدرت هذا التقرير على هذه المجالس لوحدها بينما أغلبية المسلمين لا يلجأون إليها ولا يعرف بعضهم حتى بوجودها هذا ما يجعل جدوى هذه الدراسة وتوصياتها محل تساؤل وتشكيك علي وجانة الحرة لندن